عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق التي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة والاستفادة من الموقع الفريد بما يحقق تحسين جودة الحياة وتنفيذ مشروعات تنموية خلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير الجزيرة والتي تتضمن في مرحلة العاجلة تنفيذ 94 برجا سكانيا تضم أكثر من 4000 وحدة سكانية إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة ومراكز الشباب ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية كذلك تم استعراض موقف التعويضات المختلفة لأهالي الجزيرة والتي تضمنت وحدات بمدينتي العبور وحداء أكتوبر والتي يتم تأثيسها مجانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر